مناورات فرنسية وكانت الروح العربية الاستقلالية تشع من دمشق لتنشر تأثيرها السحرية في فلسطين ولبنان والعراق الأمر الذي جعل السلطات الفرنسية والبريطانية تحسب لذلك ألف حساب فرأت الحكومة الفرنسية أن تواصل في دمشق مساعيها التي بدأتها في باريس عساها تصل إلى تفاهم مع الأمير كيما يضع حدا لمقاومة سياستها ويسهل لها تحقيق معاهدة سايكز بيكو فأوحت إلى بطل المعاهدة الفرنسي جورج بيكو بتنفيذ ذلك فجاء إلى دمشق في العشرين من مارس وبدأ محادثاته مع الأمير وكنت أنا المترجمة في أكثر الأحيان كما كنت أتصرف بترجمة أقوال الأمير أحيانا كي لا يفهم منها غير ما يقصده فيسجله عليه وكأني به قد لاحظ ذلك فاعترض علي فرجعت إلى الأمير فأيد ما ترجمته بدون أي تغيير وبعد محادثات استمرت عدة أيام أبى الأمير إلا أن يدور البحث على أساس إلغاء معاهدة سايكز بيكو وبذلك تنشأ في الساحل السوري ولبنان إدارة وطنية تحل محل الحكم العسكري الفرنسي الذي كان قائما فيها وترتبط مع المنطقة الشرقية بوحدة واتحاد وفقا لرغبات الأهلين فأعلن الميسيو بيكو أن ذلك متعذر محتجا بأن إنجلترا طرف ثاني في المعاهدة المذكورة وألح الأمير بضرورة تحقيق ذلك قبل وصول لجنة الاستفتاء الدولية ولما كانت الموصل داخلة ضمن سوريا وفلسطين منطقة دولية وفقا للمعاهدة المذكورة فقد طلب الأمير أن تتعهد فرنسا وتعمل معه على إدخال الموصل وفلسطين ضمن الدولة السورية فاعتذر جورج بيكو بأن إنجلترا تقاوم ما يطلبه ولا يسع فرنسا أن تدخل بأي بحث يتعلق بالعراق عندما تطرق الأمير لذلك وبعد شهر تقريبا أي في الثامنة عشر من حزيران عدى الميسيو بيكو فزار الأمير ليبلغه استعداده لنشر بيان يتفق مع مطالب الأمير في الساحل بدون أن تتقيد فرنسا بتوقيع اتفاقية مع الأمير بهذا الشأن وكانت لجنة الاستفتاء الأمريكية قد وصلت إلى لبنان في العاشر من يونيو 1916 وهي على وشك مغادرة فلسطين إلى جنوب لبنان وقد لاحظنا أن غاية فرنسا من ذلك كانت تأمين حصولها على الانتداب في سوريا استنادا لرغبة أهلها بعد أن تأمن عدم مقاومة الأمير لذلك وعندها تتصرف كما تشاء تحت ستار الانتداب المخول لها من مؤتمر السلام فرفض الأمير ذلك أيضا وقد بذل العاملون الوطنيون قصار الجهد لتوحيد الصفوف والتقدم برأي جميع إلى لجنة الاستفتاء الدولية بالمطالبة بالاستقلال التام على أن يصار إلى الاستعانة بالفنيين الأجانب وفقا للحاجة وبحرية كاملة كمأجورين تدفع لهم الدولة أتعابهم ورفض أي استعانة أو مساعدة فرنسية إلا أنه لما كان قرار مؤتمر الصلح يحتم الاستعانة بخبراء إحدى الدول العريقة وفقا لرغبات الشعب فكان الأمير يرى أن تطلب المساعدة من أمريكا أو إنجلترا إذ إن بشائر رفض أمريكا المداخلة في شؤون العالم القديم بدأت تظهر للعيان وليقطع بالتالي الطريق على فرنسا بعد أن امتلأ قلبه خوفا من تدخلاتها وبما انتهى إليه من سياستها التعصفية في شمال إفريقيا وعدم تمكين السكان من إدارة شؤونهم بأنفسهم وقد شاطرت الأمير هذا الرأي إلا أن الهيئة الإدارية للفتاة لم تقبل بهذا الاجتهاد وقررت أن تكون المساعدة التي لا تمس بالاستقلال المطلق وقفا على أمريكا حتى إذا أبت كانت بريطانيا وفي هذه الأثناء وردت على الأمير برقية من وفد الحجاز في مؤتمر السلام ورد فيها أن فرنسا تضع العراقيل لتحول دون لجنة الاستفتاء الدولية من السفر زاعمتنا سكان سوريا وغيرها من البلاد العربية ليسوا من النج الفكري والثقافي بحيث يمكنهم وعي مثل هذه الأمور إلا أن خطوة الأمير لدى الرئيس ويلسون جعلته ينكر على فرنسا زعمها ويصر على إرسال اللجنة وكانت لجنة الاستفتاء مؤلفة من الوفد البريطاني برئاسة السير هنري ماكمهون وعضوية الأستاذ هوغارت وعدد من الخبراء والسكرتيرين ومن اللجنة الفرنسية برئاسة هنري لونغ ومن اللجنة الأمريكية وهي مؤلفة من شارلز كراين وهنري كينغ من دوبين وألبرت لايبابر ياساو وجورج مونتغمري والكابتن وليام باي مستشارين والكابتن برودي أمين سير والمستر لورانس مور مدير أعمال ولما كان قرار إرسال لجنة دولية للاستفتاء والتحقيق لم يقابل بالارتياح من قبل الدوائر الفرنسية الرسمية والبرلمانية فقد اشترطت الحكومة الفرنسية أن تتفق الحكومات ذات الشأن على كل ما له علاقة بذلك لاستفتاء قبل إرسال اللجنة فأبى الرئيس ويلسون أن يتقيد بطلبها هذا وبذل المندوبان العربيان في المؤتمر جهودا صادقة كي لا تجاري الحكومة البريطانية الفرنسيين في عرقلة إرسال اللجنة ولحملها على إرسال وفدها فأرسل عضو الوفد البريطاني في مؤتمر الصلحة لورد هاردينغ كتابا إلى الوفد العربي في المؤتمر يقول فيه أن الوفد الإنجليزي سيلحق بعد قليل بالوفد الأمريكي الذي سافر إلى الشرق للاطلاع بمهمته بأمر الرئيس ويلسون بدون أن يتقيد بسفر اللجنتين الفرنسية والإنجليزية غير أن إنجلترا عادت بعدئذ فلبت مطلب فرنسا ولم ترسل وفدها إذ أن وعد بيلفور سيسبب جملة من المشاكل إذا هي اشتركت بالاستفتاء لا سيما وأن البلاد لم تكن تجهل عقبة ذلك الوعد المشؤوم من أخطار ولا شك في أن إنجلترا كانت حائرة بسبب الوعود الكثيرة التي قطعتها على نفسها لاستكثار أنصارها إبان الحرب إذ هي لم تتدخر وسعا في حجد كافة القوى الممكنة لمساعدتها ومن جملتها القوة الصهيونية العالمية التي مدت لها يد العون تلقاء تحقيق الحلم اليهودي في أرض الميعاد فلسطين وكان من أثر سعي الصهيونية في أمريكا أن جرتها إلى الحرب بجانب بريطانيا وحلفائها وقد دخلت الولايات المتحدة في الثاني عشر من نيسان أبريل الف وتسعمائة وسبعة عشر الحرب بجانب إنجلترا ولذا وفت إنجلترا بوعدها لليهود فأصدرت وعد بيلفور المشؤوم في الثاني من تشرين الثاني الف وتسعمائة وسبعة عشر وهذا نصه عزيزي لورد روتشيلد يسرني أن أبعث إليكم باسم حكومة جلالة الملك هذا التصريح المشوب بالعطف على الأمان الصهيونية والذي عرض على الحكومة ووافقت عليه تعتزم الحكومة البريطانية إقامة وطن للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل كل ما لديها من جهد في سبيل تحقيق هذه الغاية هذا مع العلم بأن حكومة جلالة الملك لن تفعل شيئا ينطوي على أي مساس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين ولا بحقوق اليهود الذين يعيشون في دولة أجنبية ونظم أحوالهم الشخصية وأكون لك شاكرا لو تكرمت بإبلاغ هذا التصريح إلى اتحاد الهيئات الصهيونية أرثر جيمس بيلفور وكان علينا أن نحسب حساب هذا البلاء الذي قد يكون أخطر من الاستعمار ترجمة نانسي قنقر